السلام عليكم أشهباركم أحوالكم طيبة نتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما نقصكم تاشي خير بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نبدأوا حلقتنا ديال اليوم اللي غد نشوفوا فيها من عجين واحد غد نحضروا الحلو المالح عجين كيجي هائل رائع بريوشي غد نحضروا به هاد البريوش ديال التفاح كيجي غزان راقي في الشكل دياله وأيضا كيجي هائل جدا وغد نحضروا به فطائر مالحة كيجي ولا أروح هدا هو البريوش أنا ما تساينش علي حتى يبرد وقسمتوا معاكم هدا هو الشكل دياله بشوفوا الشكل من الداخل كيفاش كيجي بريوش كيجي غزان وهائل جدا وكيف قلت بطريقة وبعجين اقتصادي غد نحضروا هاد شي وتبجوش وهدو هما الفطائر المالحة كيجي غزالين ممكن توضفهم لوليدات سناك للمدراسة أو لسناك للعمل كيجي روعة روعة مش بعين والداد وأكيد كيعشقهم صغير والكبير وهدو العجين أنا معتاب داتو من المدى وما عم مروحش مني عجين هائل بالجميع المقاييس عندي كاس ونصف ديال الماء وكاس ونصف ديال الحليب كاتعبروا المقاييس بنفس الكاس بالنسبة لهادك�س عندي تقريبا 330 كاس ونصف 330 ميليلي تخل ماء windy 30 مللي لتخذ الحليب معلقة كبيرة عامرة الخميرة الخبز إذا كان الجو بارد تديرو احتل معلقة وتزيدو عليها شي شوية معلقة العسل ممكن تعودها بمعلقة كبيرة ديال السكار ساشية ديال خامرة الحلويات من قيمة 8 جرام عندي كأس ناقص أصبع ديال الزيت اللي هي 200 مللي لتخذيال الزيت والمقدر إن شاء الله تلقاهم دبوطين في صندق الوصف ممكن توضعوا السوائل في شخلات وتباطيوهم زيان وتبدو تديرو السوائل في القصعة وتزيدو الدقيق شوية بشوية وكاتبغد ليك ضروري عندلكم زيان وممكن تخدموها في العجان كيف درس أنا رفدت لي تقريبا 1-8 كؤوس 3-8 لكيسان ونصف المهم نتقيق عينكم ميزانكم حسب وش كيتشرب أو لا لا بالنسبة للملح معلقة كبيرة ديال الملح صافي كان نخدمو العجان وكان بدا نزيد دقيق حتى كما نحس بها بدت كتجمح في آخر مرحلة غدا نضيف لها معلقة كبيرة ديال الزبدة اللي هي ما بين 40-50 جرام ديال الزبدة كتعطيو حد القوام زوين لعاجين ديال البريوش يعني اللي بغا تضيفها ولي بغا تصغنع لها ولكن هي في الصراحة كتعطيو حد القوام زوين لعاجين وهذا هو العاجين كيكون مطلوق يعني ماشي مرخوف جاري ولكن ما يكونش قاسح عاجين بريوشي يلتسق باليد انا تقريبا هزت لي كيلو ديال الزبدة هاد المقادير هادو هزو لي كيلو ديال الزبدة قسمتهم على ثلاثة تولوتين خليتهم المالح والتولوت اللي انا دا بحيت غا دينشكل منه الفطائر الحلوة غدا نضيف لهم ساشية دينو كهد الزهر وتزيدو تشوية ديال فانيلا ممكن ديرو حتى القشورة الحامض او القشورة الليمون كزيادة تنسيم جوج مع القكبار ديال السكار وانا را ما جوجو حلوين يعني اللي كتبغي الحلاوة ديرتهم نسكس ديال السكار في هاد المقادير هادو وتنسمهم كيف قلت بقشور ديال الحامض ولا القشور ديال الليمون مع الفانيلا او لانوكات الصحر باش كيجوا من السمين كيجوا غزالين غطيتهم وخليتهم يرتاحوا حتى يختامروا ويدضعف الحجم ديالهم الحشوة اللي غادي نعتام لهم حشوة تقتصادية عندي واحد البصلة جوانة فلفل أحمراء وفلفل أخضراء رشة ديال ملح ورشة ديال فلفل أسود وغادي نشحرهم حتى يدبالي حتى ينزلوا تاك يدبالوا هاد المكونات كيف قلت سير النجاح البريوشة هو الاختمار العجين يكون مرخوف مطلوق وايضا انو يختامر مزيان فرقت منو الهواء وضعتوه في سطح العمل وغادي نساعن بالطقيق وغادي نقسم على كورات تقريبا انا موزنتهم شو لكن تقريبا غادي تكون فيهم ديك 100 جرام في الوحدة اعطاني بالنسبة لهاد الفطائر الحلوين 13 قطعة وشفتو العجين كله فقاعات عجين كيجي كيف قلت غزال غزال تعتمدوه في جميع المملحات كيجي هائل غادي ناخد كورا وفي سطح العمل كنرش شوية ديال دقيق وكنحاول نعطيها الشكل البيضوي بهذا الشكل وغادي نوضع لها في الواسط جبن موزاريلا مبشور ممكن تديروا مزيج ديال الأجبان ممكن تديروا حدرشة ديال ساعتر اولى ليزر بدي بروفنس كيف محبت خاطركم وكنقفلهم بهذا الشكل وكنوضعهم انا بقيت احتكملت شكيل ديالهم بالكامل سافر غادي ندوزوا المرحلة المؤلية هنا عندي سافر بيضة مع شوية ديال الحليب مع شوية ديال الخل وعندي هنا يزنجلان الابيض او للسمسم الابيض كناخد الفطائر بعد ما شكلتهم كانوضع الوجه ديالهم في ذاك المزيج ديال البيض وكننمررهم في السمسم الابيض بهذا الشكل وغادي نوضعهم في اللاطان اللي كانكون فرشة لها ورقة طهي وناخد سكين حاد وكنشقهم في الواسط بهذا الشكل كما هو موضح في السورة وهذا الفطائر غادي تلقاوهم عندي في القناة بعدة طرق وبعدة حشوات فطائر عنجد كيجيو غزالين تعتامدوهم القوتة واللعشا كيجيو رائعين ممكن تعتامدو محتلو ليدات المدرسة كيف قلت وسناك العمل كيجيو هائلين مشبعين والداد وغير مكلفين سافين بعد ما شقيتهم كانوضع لهم هكا في الواسط ديك الحشوة ديال البصلة والفلفلة حاولو اسعهم هكا شوية بيديكم وغادي نعتامد لهم طونا كيف ممكن تديرو صدر دجاج او لكفتا ولشنو ما حبت خاطركم هنا عندي طماطم طماطم كرازية وعندي شوية ديال الزيتون وغدا نوضع لهم رشة ديال الجبن وندخلهم الفرد ساخن على درجة حرار ميتين درجة نار من الاسفل ومن الاعلى وتخليهم حتك يتحمروا حتك يكتسبوا لي نادك اللون مدعب سافوا ونخرجوهم كيف قلت انا هاد الكمياء اتطنيت تلتاشر قطعة حجم متوسط وهذا هو الشكل دياله بعد ما خرجناه من الفرن كيجيو هائلين والداد رائعين جدا كيجيو غزالين وكل ما كترتو الجبن كل ما كتجي ديك المطة ديال الجبن فيهم في الواسط كتجي بينا وبالنسبة الجزء الحلو اللي وضفتو الفطاء الحلوة عادي لانا في السكار كتكون شوية كتلتصق كتر من الاخرى ايضا في سطح العمل وضع الشه بالطقيق وضعت فيه العاجين كنفرغ الهواء وكنجمعها بهذا الشكل بالسعانة بالطقيق وغادي نشكل منها كورات تقريبا 1 سباحات الكورات تقريبا تقريبا تهي 100 جرام كناخد كل كورة بالسعانة بالكأس وضعت فيها حفرة في الواسط وضعت فيها مربل مش مش كيف ممكن تديرو الكريم باتي سياغ اذا كتبغيوه وضعت هكا شرائح ديل تفاح لشكل وريده هكا في الواسط كان عمر وكان نضغط به يعني في العاجين باش يقبط سافوها انا شكلت الفطيرة خطيت صينية دهنها بزبدة ووضع لها ورق الطهي وغدا نبقاف تشكيل الكورات بهذا الشكل حتى نكملهم بالكامل كنعطيهم دك الشكل ديل وريدها كبتفاح وكان نوضع واحدة 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 سبع كورات سبع كورات شتو ديك اللي في الواسط كنحاول نقادها يعني كنقاد جنيبات دي البريوش بهذا الشكل وبنفس الطريقة سيندهنوا بذك المتبقي اللي بقى ليادي البيض وانا بالنسبة لهذا الفطائر مبعد ما شكلتهم خليتهم تقل برناية خمسة دقائق ودخلتهم للفرن يعني ما خليتهم جزاد وختامروا بزاف خمسة ديال دقائق كافية سوف يدخلتهم للفرن الفرن ايضا ساخن على درجة حرارة ميتين درجة بالنسبة لهذا البريوش هذا كنشعله عليه غير من التحت حتى كيطلع مزيان وحتى خمسة وثلاثين دقيقة تعطيه حتى الخمسة وربعين حتى الخمسين دقيقة في الطهي يعني خمسة وثلاثين دقيقة عاد شعلت عليه الفوق والتحت يعني حتى كنطلع مزيان عاد شعلت عليه الفوق والتحت وخليتو كمل الطهي ديالو بعد ما خرجتو دهنتو بالمربا او لبرناباج وهذا هو الشكل يالو شكل كيجي جميل وكيجي غزال غير هو كيف قلت انا ردي تغرجو جمع القديل السكر راه كيجي ناقص حلاوة اللي كيبغي البريوش ما كيبغيش حلو واللي كيبغي البريوش يكون حلو بزايد ديرتان سكاس دين السكر وهذا هم الفطائر دينا ايضا بعد ما خرجناهم كيجيوش هو منهم رائعين ولداد وبعاجين واحد كنكونو حضرنا الحلو المقلح اشكال هماوية وراقية تستقبلوا بها ضيافكم ومال ينداركم بتحمرت لوجه وبهكدا حلقتنا دياليوم غادي تكون سالات شكرا للمتابعة وانتظرني في الحلقات المقبلة بإذن الله